موسيقى وتعزي في الجروح وتميز كل ضامة سرب لرجل من المروح بدي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لردباك ربي كلمتك عجيبة سباك وتفني جبال والحرفين منها يسقط سباك وتفني المحام أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب فيه نقدم شرحا لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة وصلنا في درستنا في أصفار العهد القديم إلى سفر التكوين إلى أصحي خمسة وعشرين وستة وعشرين لو أول مرة بتشوفنا وعايز ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كل الكتاب دوت كوم لو عايز تبعط لينا أي أسئلة أو سفسرات ابعط لينا على الإيميل انفوات كل الكتاب دوت كوم أو كلمنا على أرقام التليفونات اللي تظهر أثناء الفواصل خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض أهلا بك أخ يوسف أهلا بك حياة كمان بنرحب بالضيوف أهلا وسهلا بيكم أخ يوسف وصولنا إلى أصحى خمسة وعشرين وستة وعشرين مرحلة جديدة هنشوف فيه موت إبراهيم في خمسة وعشرين فياريت تديني فكرة عن هذه الأفكار اللي موجودة في خمسة وعشرين وستة وعشرين يعني احنا بنشوف في أصحى خمسة وعشرين بداية ارتباط إبراهيم بقطورة بعد موت سارة ثم موت إبراهيم نفسه وبعد كده حيكلمنا عن بانو إسماعيل وفي الآخر حيكلمنا عن مولد يعقوب وعيسو من رفقة تمام اسمح لي أرى بعض الأعداد وليكن من واحد لستة وهرجع لحضرتك بسؤال بالارتباط بارتباط بإبراهيم بقطورة وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحن وولد يقشان شبا وددان وكان بانو ددان أشوريمة ولا تشيمة ولا أميم وبانو مديان عيفا وعفر وحنوك وأبداع وألدعا جميع هؤلاء بانو قطورة وأعطى إبراهيم إصحاق كل ما كان له وأما بانو السرار اللواتي كانت لإبراهيم فعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إصحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي أخي يوسف الدين فكرة عن قطورة وارتباط إبراهيم بقطورة تاريخيا وتدبريا في الأعداد دي يعني نظر نشوف إن إبراهيم باعتباره أبو المؤمنين جميعا ليه نسل ثلاثي نسل من هاجر وده جيه في الأول ونسل من إصحاق ده جيه بعد كده ونسل من قطورة وده جيه ثالثا وأخيرا بشوف إن ربنا وعد إبراهيم ونسله بنسل ثلاثي نجوم السماء رمل البحر وتراب الأرض وأعتقد إن ده مش مجرد تسميات مجرد كده تلاعب بالألفاظ لكن نجوم السماء يحدثنا عن النسل السماوي تراب الأرض يحدثنا عن النسل الأرضي الرمل الذي على شاطئ البحر يمثل الأمم والترتيب جميل فالنسل الجسدي الأرضي جاء أولا اللي هما اليهود ثم بعد ذلك جاء النسل السماوي اللي هما الكنيسة وأخيرا بعد ارتباط المسيح بالكنيسة زي ما شفنا في آخر الأصح اللي فات نلاقي هنا نسل قطورة الذين يمثلون الأمم ولسيما كما نقرأ في مثلا رؤية الصح سبعة لما يقول لنا جمع لم يستطع أحد أن يعده من جميع القبائل والشعوب والأمم والألسنة هؤلاء هم الذين آتوا من الضيق العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الحمل يبقى إذن عندنا نسل الثلاثي نجوم السماوي النسل اللي هو الكنيسة النسل السماوي وتراب الأرض النسل الأرضي اليهود ثم الرمل الذي على شاطئ البحر الأمم في الملك الألف نقدر نروح لدائرة الملكوت في الملك الألفي دائرة ملكوت الآب فيها نجوم السما صحيح ونقدر نشوف على الأرض الإخوة الأصاغر اللي جم من الضيقة العظيمة ومعهم الخراف اللي هم الأمم اللي جم من الضيقة العظيمة أيضا دخلوا إلى بركات الملك الألفي في ملكوت المسيح فلموجودين على الأرض إن كانوا تراب الأرض وإن كانوا الرمل الكثير الذي على شاطئ البحر دولي ناحية الأرضية نجوم السماوية تمام يعني برضو تلاقي أن التقسيم الثلاثي ده بنشوفه لما الرسول بقوله سيكونوا بالعفرة لليهود واليونانيين ولكنيسة الله ففي يهود وفي أمم اللي هم اليونانيين وكمان في فريق ثلاث اللي هو كنيسة الله ده عرفنا من خلاله النظرة التدبرية أي وده ترتيب كان لازم ييجي بعد ارتباط إصحاق برفقة لكن عايز أخذ تعليم عن مجد المسيح لما بيقول إنه إبراهيم أعطى في عدد خمسة أعطى إبراهيم إصحاق كل ما كان له وبعد كده بيقولنا إن صرف أولاد قطورة شرقا يعني المكان فضل إصحاق فقط بتشوف فيها إيه يعني بشوف فيها ما جاء مثلا في عبرانين واحد لما يقول ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء فالمسيح هو الوارث لكل شيء بحسب تعليم عبرانين واحد وبحسب رؤية واحد وعشرين من يغلب المؤمن التقي لما أنا وإنت بنعمة الرب وكل المشاهدين المؤمنين الأطقياء من يغلب يارث كل شيء حنورث مع المسيح لأننا ورثت الله ووارثون مع المسيح تمام بدءا من عدد سبعة أتت النهاية يقول لنا الكتاب وهذه أيام سنية حياة إبراهيم التي عاشها مائة وخمس وسبعون سنة وأسلام إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أياما وانضم إلى قومه كلمات القصيرة دي التي تقالت عن إبراهيم كل كلمة فيها عايزة تتفك فعايزين نعرف حياة إبراهيم انتهت أتت النهاية لكن بدأ يقول لنا سنه كان كام وشكله هو بيموت كان شكله إيه الشيبة وشبعان أيام كلمنا عن حياة إبراهيم يا أخيوزي يعني مات عنده مية خمسة وسبعين سنة أول عمر نقراه لإبراهيم في تكوين اتناشر كان عنده خمسة وسبعين سنة عاش مع الله مئة سنة ويالا روعة السير مع الله بالنسبة لإبراهيم والرب كان أشار إلى موته في تكوين خمسةاشر الآن خمسةاشر لما يقول له وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة كانت سبقته زوجته العزيزة الأميرة صارة لكن أيضا جاء معاده هو لكي ينضم إلى قومه وزي ما المسيح قال عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن الله ليس إله أمواد بل إله أحياء لأن جميعهم أحياء عنده ولما الرب تكلم عن الفردوس قبل أن يعلن هذا الاسم اعتبر أن الفردوس هو حض إبراهيم مات المسكين وحملته الملائكة إلى حض إبراهيم مكان العزاء هذا هو بطل الإيمان الذي نودعه في هذا الأصحاح تمام هسا سمحك نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف في عنده سؤال في عدد 11 بيقول وكان بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحاق ابنه هل كان بركة إسحاق دي مرتبطة بموت إبراهيم ولا كان حيتبارك حيتبارك طبيعي فضل أخي يوسف في الحقيقة قامت إبراهيم ما حدش يقدر يوصل لها ولا حتى إسحاق ابنه لكن البطل العملاق رقب وانضم إلى قومه فهل الله حتى على مستوى أقل من إبراهيم مستعد أن يواصل المسيرة مع عائلة إبراهيم الإجابة نعم فلقد قال الله قبل ذلك لأني عرفته عرفت إبراهيم لكي يوصي بنيه وبيته من بعده لكي يأتي لإبراهيم كل ما تكلم به الرب يبئيزا الرب بيواصل ما بادأه مع إبراهيم عندما بارك إسحاق كما بارك إبراهيم قبل ذلك وإحنا الحقيقة نشجع حبائنا المشاهدين إن كان هناك أباء أطقياء تركوا الأرض رقدوا ولهم أولاد عايزين نقول لأولادهم كنت في الإيمان فهناك بركات مغزونة للأجيال كل الأباء الأطقياء اللي كانوا بيخافوا ربنا وتركوا الأرض عيالهم ليهم بركة مغزونة عند الرب فبرك الرب إسحاق بعد موت إبراهيم مش هيسيبهم أبدا ولا يتخلى عنهم أبدا بدأ من عدد 12 وهذه مواليد إسماعيل ابن إبراهيم هل بدأ بإسماعيل لأنه يعني إسماعيل الأكبر هل بدأ بإسماعيل علشان عايز يبرز لنا يعني عظمة إسماعيل عايز أعرف ليه بدأ هنا بإسماعيل والكلام عن إسماعيل من نواحي العظمية يعني هذا هو طابع سفر التكوين هو مركز على المسيح زي ما احنا فهمنا أن المسيح هو موضوع الكتاب من أوله لآخره علشان كده بيذكر في البداية مثلا قاين وبعدها يخلص من قاين علشان يركز على سام وبعدها لما يمسك سام يجيب الأولاد التانين علشان يركز وهكذا يبقى هنا نفس الفكرة ذكر إسماعيل مش عشان الأهم يسترسل فيه مش عشان يسترسل فيه لكن علشان يخلص الكلام عنه لأنه مشغول بإسحاق مش لأن إسحاق في ذاته أفضل لكن لأن منه سيأتي المسيح نفس الفكرة بعد كده مع عيسو ويعقوب حنلاقي أن الرب بيجيب سيرة عيسو قبل يعقوب علشان خاطر يركز على يعقوب ثم يهوزة لغاية لما نوصل للمسيح كان إسماعيل له حوالي 12 رئيسا يقول عنهم كده أي ويقول وهذه السنة وحياة إسماعيل مائة وسبع وثلاثون سنة وأسلم روحه ومات وانضم إلى قومه بعد ما سرد لنا أن ليه 12 رئيس يعني ما كانش برضو ضعيف لا كان عظيم أي وكان وحشي أي تمام كده رب وعد هاجر قال لها أنه رؤساء حيخرجه من نسلك اللي هو إسماعيل والرب أمين في كل ما يقول الله إن قال فعل تمام بعد كده نذهب إلى عدد 19 وهذه مواليده إسحاق وعايز حضرتك بقى تبتدي تكلمنا عن إسحاق وظروف حياته مع رفقة عندما تأخر مجيء الأولاد كانت حياتهم إيه يعني غريبة إن 12 رئيس من إسماعيل بينما نسل البركة اللي حييجي من إسحاق تأخر ما نواقف محتار يعني إسماعيل 12 رئيس وإسحاق اللي هو عايز يركز عليه الكتاب إلى الآن ما كانش فيه أولاد قبل ما يجي عقوب وإيسو يعقوب بالضبط فضل وده بيورينا إن أحيانا كتيرا بتبقى بداية المؤمن في ألام بداية لكن علينا أن ننتظر الرب بيعلمنا درس بيعلمنا الصلاة وده اللي حصل مع إسحاق الكتاب يقول لنا إن لما امراته ما خلفتش عمل شيء رائع عدد 21 وصل إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقر الجميل فاستجاب له الرب يبقى إذن الرب لما بيكون فيه مشاكل عائلية عندنا الرب بينتظر مننا إيه بحطها بالصلاة قدام ربنا والرب قادر حتى العقم ده اللي إن غاية النهاردة مالوش علاج هل في الزمن الغابر آه الرب قادر على كل شيء فاستجاب له الرب فحبلت وجاب التوأم كمان بس نلاحظ إن رفقة ما صلتش إسحاق اللي صلتش إسحاق اللي صلت بس لما ما صلتش اضطرت تصلي لأن تزاحم الولدان في بطنها فمضت لتسأل الرب وكأن ربنا بيسمح بكل شيء عاوز إن احنا نلجأ إليه صحيح لو توقفت عند هذا المقطع وقلت إن هناك عثرة وحيرة عند بعض أولاد الله الآن أي لما بيشوف إنه مثلا نسل إسماعيل كثير أي وصحة وعافية وصروة وجبروت أي ونسل البركة ضعيف وهزيل ويمكن يكون عنده نفس العثرة والحيرة اللي كانت عنده أساف لما قارن نفسه بالأشرار وشافن الأشرار في حالة من الرغد والعيش الكريم تقول لنا إيه دلوقتي أقول لنا إن علينا أن نسلق بالإيمان وأن نسلق بالإيمان معناها إن مش كل الأمور بتبقى حسب متوافقة مع مزاجنا لكن علينا أن نثق في الله أنه في النهاية يعني لما يقول لنا مثلا في حبقوق اتنين لأن الرؤية بعد إلى المعاد وفي النهاية تتكلم ولا تجذب إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر تمام اسمح لأرى بعض الأعداد عن ظروف ولادة عيسو ويعقوب وأرجع لحضرتك بسؤال فضل يقول بدءا من عدد اتنين وعشرين وتزحم الولدان في بطنها فقالت إن كان هكذا فلماذا أنا فمضت لتسأل الرب فقال لها الرب في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير فلما كملت أيامها لتلت إذا في بطنها توأمان فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر فدعوا اسمه عيسو وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو فدعي اسمه يعقوب وكان إصحاق ابن ستين سنة لما ولدتهما فكبر الغلامان وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد إنسان البرية ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام دي ظروف ولادة عيسو ويعقوب وبعد كده قال لنا ده شكله إيه وده شكله إيه ده طابع حياته إيه الديني فكرة عامة عن يعقوب وعيسو يعني الاتنين مع أنهم توأم لكن كان مختلفان شكلا وموضوحا الشكل واحد أشعر اللي هو عيسو والتاني أملس اللي هو يعقوب من جات الشغلة واحد راعي اللي هو يعقوب والتاني صياد على النقيد فالصياد بيقتنس علشان يأكل بينما الراعي بيتعب علشان يوكل ثم عيسو كان إنسان البرية بينما يعقوب يقول عنه إنسانا كاملا يسكن الخيام أو بحسب ترجمة داربي هوملي راجل بتاع البيت بتاع البرية لكن الحاجة الأهم من اللي فات لأن ده اختلافات شكلية لا تؤثر كثيرا لكن موقفهما من عطايا الله كان يعقوب يقدر عطايا الله وإن كان غلط بأنه أخدها بطريقة غلط ودفع التمن على ذلك لأن الله لا يشبك عليه فالذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا بينما عيسو مأساته مش مشكلته مأسات أنه لم يقدر عطايا الله أو بلغة عبرانين 12 كان زاني ومستبيح أمور ربنا رخيصة جدا بحيث أن البرك البكورية كانت في نظره لا تساوي أكثر من طبق عدس بل فضل طبق العدس على البكورية فلما أراد أن يارث البركة رفض مع أنه طلب البركة بدموع أخي يوسف في السياق الكلام عن يعقوب لما أخذ البكورية من عيسو بطبق عدس من الذي يلام عيسو اللي فرط فيها ولا يعقوب الاستغل لإحتياج أخوه ولا الاتنين في الحقيقة الطامة الكبرى عند عيسو وإن كنت لا أبرق يعقوب يعقوب تاجر وبكل أسف هو مستعد يستغل أي بني أدم حتى لو كان أخوه لا ده حنشوفه في أصح 28 كمان بيستغل ربنا ده مش بيستغل أخوه يعني تاجر حتى مع ربنا طبعا لا أبرق يعقوب وإن كانت الطامة القصوى والعظمة عند عيسو الذي احتقر البكورية مستبيح مستبيح وفضل طبع عدس لماذا اللي بكورية أنا ماضي إلى الموت يا عمي عايشني النهاردة وموتني بكرة ده الشعار اللي بيقولوه ملايين من البشر اليوم إنهم يسلكون طريق عيسو وإن الله تمام يعني اللذة الوقتية اللي الناس عايزاها وبتستغنى عن بركات الله المقدمة بالظهر تمام يعني في ضوء الأبدية أي منصب أو لذة أو متعة تزيد إيه عن كونها طبع عدس تمام هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوب بعد يسنة موسيقى موسيقى يصح 26 وعدد 7 نول وسأل أهل المكان عن امرأتي فقال هي أختي طب ليه هنا إسحاق ما تعلمش من غلطة أبوه لما راح المكان ده تمام أخ يوسف لما نروح لصحصة التواشرية هنلاقي إن إسحاق وقع في نفس الغلطة اللي وقع فيها إبراهيم سابقا سؤل عن امرأتي فقال هي أختي تكرار لنفس الخطأ بتشوف في إيه بيوارينا بطء الجسد في تعلم الدرس يعني إحنا منستغرب إن إسحاق وقع في نفس غلطة أبيه وأقول نتعجب أن إبراهيم وقع في هذه الغلطة مرتين يمكن يلتمس عذر لإبراهيم لا ما بنلتمس لهش عذر لكن يعني هي كانت أخته فعلا بس بنت أبيه وليس بنت أمه لذلك أم كان يتزاوجها بحسب قوانين ذلك العصر لكن إسحاق لم تكن أخته على الإطلاق ولذلك غلطة إسحاق يمكن أكبر والحاجة الثانية إنه قبل ما يقول الكلام ده الكتاب يقول لنا أن الرب ظهر له وقال له أنا أفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيه وأكثر ناس لك كنجوم السماء يعني هذه الموعيد ألا تمثل شيئا بالنسبة لإسحاق بكل أسف وده أنا قبل ما نرمي أو نرجم إسحاق بحجر كلنا نبص لذواتنا كم من المرات كررنا الخطأ ذاته ووقعنا فيه المصيضة بعينه تمام لكن سلطان الله ظهر صحيح عندما سيطر على أبي مالك وسيطر على محدش يختارب من رفقة ورد رفقة تاني إلى إسحاق كلمنا عن سلطان الله حتى عندما يخطئ المؤمن كيف يسيق حوله يعني خليني أرى آيات رائعة جد في مضمور 105 لما بيقول كده عن هذه الأمة إذ كانوا عددا يحصن قليلين وهورى بقى فيها ذهبوا من أمة إلى أمة من مملكة إلى شعب آخر فلم يدع إنسانا يظلمه بل وبخ ملوكا من أجلهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيء إلى أنبيائي وده بفكرنا بكلمات الرسول بوليس إن كنا غير أمنا فهو يبقى أمينا لا يقدر أن ينكر نفسه تعويضات الله لإسحاق وبركاته يقول في عدد 12 وزرع إسحاقه في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة مئة ضعف وباركه الرب سابقا نعرفنا إن الرب باركه وبعد موت إبراهيم وهنا الرب بيباركه في أرض وحوالي أعداء وفي السنة التي زرع فيها أصابة مئة ضعف لما يكون ربنا إنه يبارك في حد بيقف قدامه وريني زاكر ربنا في صف إسحاق الحقيقة بالإضافة إلى إن ربنا باركه زمنيا لكن في الجزء ده نفسه ظهرت أخلاقيات رائعة فاضلة من إسحاق رجل ما بيخصمش وعبده الرب لا يجب أن يخاصم وتقال عن المسيح وذا عبدي لا يخاصم هنا ما بيخصمش وديع يعني يحفر بير يطمهاله يعني ده نهايته نهارهم يسود مش فايد لا الرجل بكل بساطة يحفرها من جديد أو يروح لحتة تانية ما هذه الوداعة إنها تشبه كثيرا وداعة ذلك الكامل النموذج الرائع اللي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فالرب باركه زمنيا أصاب ماء الضعف وكان كل ما يحفر تطلع بير مية كانت ندرة ومهمة جدا في الزمن ده لكن جميل إنه عنده وداعة عنده حلم حلم معروف عند جميع الناس ياريتنا نتعلم هذه الصفات الجميلة من رجل الله الفاضل بالإشارة إلى الأبار هنشوف حاجة دلوقتي مع بعض بما تميز كل واحد من الأباء إبراهيم وإصحاق ويعقوب ويوسف حضرتك تعلق لي على بما تميز كل واحد من الأباء وبعد كده نقف عند إصحاق والأبار يعني تلاحظ إن إبراهيم في حياته أربع مذابة والشواهد موجودة كلام مش متفبرج ده كلام مظبوط نروح عند إصحاق نلاقي إن في حياته أربع أبار وده برضو الشواهد موجودة يعقوب يتميز بأربع أعمدة رجل الأعمدة والشواهد موجودة وأخيرا يوسف ارتدى أربع ثياب أنا عايز أعلق بس ليه نبتدي بالمذبح ثم البير ثم العمود وأخيرا الثياب لأن المذبح هو البداية عاوز يبقى ليك أي علاقة مع الله من غير مذبح مفيش الزبيحة وده أهم شيء في كل الكتاب المقدس الزبيحة عشان كده إبراهيم البطريارك الأول كان رجل المذبح وراها على طول تيجي الشبع والوفرة والعز اللي هو كمان صورة لعطية الروح القدس في العهد الجديد فاللي تمتع بالذبيحة يتمتع مباشرة بسكنة الروح القدس عند أذن تأتي الدور الأعمدة والعمود يكلمنا عن الشهادة وجميل إن الواحد عرف المخلص وسكن فيه الروح القدس ماذا يفعل؟ يقدم شهادة عن طريق الأعمدة ثم مظهره أمام الناس يميزه اللي هو الثياب المختلفة كما نراها في يوسف ده بالارتباط بالأربع أباء لكن ممكن نروح نشوف الأربع أبار اللي حفارها إسحاق ولو حضرتك عندك تعليق عليهم يا ريتي بقى كويس يعني البير الأولاني سموه عصق وكتاب يقول لنا لأنهم نازعوه عصق يعني منازع البير الثاني سطنة لأنهم خاصموه وما ده معناها خصام وفي البيرين دول بنشوف موقف إسحاق الوديع عشان كده تيجي البير الثالثة راحوا بوت الله أرحم لنا العاقب لإنسان السلامة يعني عندما لا تواجه الشر بمثله عندما لا تجاوب عن شر شتيمة بشتيمة زي ما المسيح علمنا عندئذ الله يرحب لك وأخيرا الأصاح الذي بدأ أصحى 26 بمجاعة نقرأ في آخر الأصاحة بئر شبعة اللي معناها الشبعة تمام أنا بشكرك أخ يوسف وصلنا لختام الحلقة هل راجع الحلقة مع الضيوب بعد إذنه طلعنا بإيه من الحلقة النهاردة بنشوف إني إبراهيم أعطى إسحاق كل ما كان له إسحاق اللي هو صورة للمسيح اللي بحسب عبرانين واحد جعله الله وارسا لكل شيء وكمان في صفر الرؤية 21 بنشوف التحريض الجميل اللي بيقول إن من يغلب يرس كل شيء تمام عجبني التشبيه للناس اللي بتاع إبراهيم ففي الأول بيقوله كنسلك هيكون كنجوم السماء ده يمثل الكنيسة ومرة يقول نسلك كرمض البحر ده هيمثل للأمم في الملك الألفي ومرة يقوله نسلك يكون كتراب الأرض ده هيمثل النسل الأرضي اليهودي تمام الحاجة المشجعة سلطان الله حتى إن أخطأ وقع المؤمن إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يكتر أن يونكر نفسه تمام شكرا لكم شكرا يا أخي يوسف ربي بارك عزيز المشاهد لقد بارك الرب إصحاق بعد موت إبراهيم وباركه عندما زرع فأصاب في هذه السنة مئة ضعف وباركه إذ أعطاه أبار وكانت هناك نضرة في المياه ربنا لما بيبارك إنسان بيباركه مش عندما تكون الظروف مواتية بيباركه رغم الأعداء ورغم غياب الأب ورغم غياب المعونات البشرية ورغم غياب التأييد من الذين يحطون بك رغم الصراعات ورغم الخصام الخصام ربنا بيبارك انتظر مكفآت القدير لك ضع عينك على الرب ولا تبحث عن سواه والتقي بك في حلقة جديدة قادمة والرب معك ربي كلمتك عجيبة ستا لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صبقه قدام المحال حيني زيك يا إلهي أغلى عندي من الدهى قد يشهد عن كتابي إنه كتاب الكتب ادي كلمتك تروح وتعزي في الجروح وتميز كل ضامة سرق لرجلي من المروح ادي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لي رضاك ربي كلمتك عجيبة ستا لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صبقه قدام المحال